تخص مستقر وأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة من يوم الغد بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة كما نشاهد هنا في خراء الدرجات الحرارة الواردة لدينا في مركز تقص العرب لتصبح درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام في ساعات النهار لتكون الأجواء بالدة نسبياً في ساعات النهار في معظم مناطق المملكة وصحوة في معظم المناطق وأيضاً تكون أجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة أما في ساعات الليل فمن المتوقع أن تكون الأجواء بالدة في معظم المناطق وشددة البرودة في المرتفعات الجنوبية ومن المتوقع أن يتشكل تسقيع في تلك المرتفعات أما في العاصمة عمان في الأجواء غائمة جديا هذه الليلة درجة الحرارة تصل إلى 5 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 5 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان ارتفاعات تدريجية يوم الثلاثة 12 نهارا 14 نهارا يوم الأربعاء و15 درجة يوم الخميس أما ليلا في ارتفاعات بسيطة من 7 إلى 8 درجات مع يوم الخميس في العاصمة عمان ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة يوم الغد في مناطق المملكة ونبدأوها شمالا من إربد 15 إلى 9 درجات في المفرق من 14 إلى 6 درجات في جرش من 15 إلى 9 درجات وفي عجلون من 14 إلى 7 درجات مئوية في العاصمة عمان من 12 إلى 7 درجات في الزرقاء 15 إلى 7 درجات في البلقى 13 إلى 7 درجات مادبة 12 إلى 6 درجات وفي البحر الميت من 20 إلى 15 درجة مئوية في الكرك 13 إلى 7 درجات في الطفيل 11 إلى 7 درجات في معان 13 إلى 3 درجات في جبال الشراء من 9 إلى 5 درجات وفي العقبة من 22 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشرقية في الويشة 15 إلى 5 درجات وفي الصفاوي من 15 إلى 6 درجات وفي الأزرق من 16 إلى 5 درجات أيضا كانت هذه أبرز المعلومات واردة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري